السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بجميع المتابعين ومتابعات القناة دي المحمد في لدي إذن مرحبا بكم في هذا الفيديو دي غالي نشوفوا إن شاء الله الموعد دي الصرف دي الدفعة الثالثة من الدعم الشمائي لإصدارة الحكومة ابتداء من شهر دو جانبير 2023 إذن بالنسبة للدفعة اللولى اللي كانت 28 وكذلك دو جانبير 2023 كذلك الموعد دي الدفعة الثانية اللي كانت يوم 28 و28 يناير 2024 دا بعد نشوفوا إن شاء الله بحول الله الموعد دي الدفعة الثالثة من الدعم الشمائي للحكومة اللي غا تكون إن شاء الله ابتداء من يومي 28 و29 فبراير 2024 كاللي توصل بالدفعة الثالثة يوم 27 فبراير 2024 إذن معلكم إلا تراقبوا من نسبة الناس اللي عندهم الحساب مثلا بارد بانك ولا التجاري ولا السيئة عاش ولا هذا اللي داروا واحد الكونتاكت ما بين الحساب ديالهم والدعم الشمائي المباشير أوتوماتيك مورا غميل تحققوا الدفعة الثالثة لقيمة ديالها ما بين 500 و600 غا تتوصلوا بها إن شاء الله في البارد الحساب ديالكم والناس اللي ما عندهم مش الحساب عندهم فقط وفاكاش ولا كاش بليس ولا هذا معليهم إلا يتوجهوا الأقرب وكالة اللي عندهم ديال كاش بليس ولا وفاكاش ويديوا معهم لكارت ناسيونال يعني البطاقة الوطنية أديوها معكم ويعني رب الأسرة هو اللي غا يدي لكارت دياله وغا ياخد إن شاء الله ياخد إن شاء الله لعانة دياله اللي تقريبين ما بين 500 درهم و700 درهم دائما كان أكد على رب الأسرة كينشي واحد كيمشي وكيقول لك أسيدارا ما أعطيها النشان حيث ناسي دي ماشي رب الأسرة واش فهمت يعني إذا واللي بغا يتعرف على الدفعة ديال واش توصل بها وما توصلش بها يدخل الموقع ديال isd.ma ويدير المؤرف الرقمية زائد تاريخ الزدياد والرقم ديال التحقق ودخلت مرة عندنا فيديو كي شرح تلك الشيء وغا يتعرفوا شحال الثامن ديال إعانة اللي هتوصلوا بها في الدفعة الثالثة دونك وشاركم براوكا كنتمن لكم دائما توفيق ونجو ورمضان مبارك سعيد على الجميع بحول الله إلى اللقاء في الفيديو مقبل بحول الله وتمتم في رعاية الله وحفظه معه